المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العناوين اليوم أربع شهور إحنا ما عندنا ولا تعديل على قانون واحد هل هذا مقبول حق الشعب الكويتي؟ على وقع جهود إعادة التوازن اتهامات بالتعطيل وترقب للتشريع باب الأركان مشرع أمام أبناء عسكريين للالتحاق بركب الجيش هذا من برنامج عمل مزارة وبرنامج عمل تكون في التصدي لهذه العوام الفطورة مجابهة المزمنة ضمن برنامج العمل والعين على تحسين الخدمة أنا خاف أن يجي واحد يصورني ولا قاعد في مكاني ويصور بناتنا لا يمكن أني أوافق على أي أبليكيشن يدخل على جهات الاتصال الخاصة فيه اختراق الذكية يثير المخاوف وضوء على تعزيز الخصوصية ضمن مسابقة العطاء درس عملي يقدمه أبطال فريق الإنقاذ وفي النشرة أسرار فن العاشق والمعشوق على وقع الجهود الرامية لإعادة التوازن للمشهد السياسي لا تزال تداعيات بعض الملفات الشائكة تلقي بطلالها على المشهد السياسي سيما تلك المتعلقة بقضية الجنسية وتبعاتها بالإضافة إلى الاستجوابات المعلنة والتي لوحى بها نواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وهي بحسب النواب رهن عدم التحرك الجاد إزاء بعض الملفات في المقابل يتحدث بعض النواب عن محاولات لتعطيل جلسات مجلس الأمة وفقا لأجندات خاصة بهذا الطرف أو ذاك مستشهدين بما حصل خلال الأسبوع المنصرم وسط توجيه سهام الانتقاد مجددا لبرنامج العمل الحكومي يعني لما نقوم برنامج للحكومة قاعد نسمعه حتى نخرج لبرلمان قبل نصير العظام الجسمة كل من ينتقد عظامج برنامج الحكومة إنشائي قصر هزق هذه الكلمتين يمكن نسمعهم من عقود من زمن لكن للحكومة الليمتنا نقبل نسمع الكلام نقرأ الكلام هذا ونسمع الكلام هذا نحن دورنا كعظام الجسم الأمة اليوم 24 ونحن لا تعديل على قانون واحد هل هذا مقبول حق الشعب الكويتي أنا حسب علمي وحسب زياراتي غير مقبول دورنا إحنا اليوم بنحاسب خلنحاسب إحنا معاكل ما تقول والله في يعني لا نطبق نظرية سياسية قاعد طبقة دول متهدة أنا دائما نزرع الخوف في الشعب حتى يكون محتاج لنا هذا اللي قاعد يساونا أعضاء برنامج للأسف تطبيق نظرية سياسية هذه حتى دائما نزرع الخوف عشان تكون محتاجين لا إنت اليوم ما تقول في فساد عطني مفسد صعد المنصة ذا وزير وده مسؤول حول النياة بخلي حاسب تقول لي في رشاوي يب المرتشي والراشي خلونا حاسب لكن مو بس كلام وعلى خلفية عدم التمكن من طرح ومناقشة قضية غرق بعض الشوارع خلال الأسبوع المنصرم أكد رئيس لجنة المرافق العامة النائب عبدالله فهاد في تصريح الراي أهمية تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب في الأضرار الناتجة عن غرق بعض الشوارع الكويت إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا وكان النائب فيصل الكندري قد تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات القضية طلبنا تشكيل لجنة تحقيق وتتولاها لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة ولكن للأسف تم تخريب الجلسة متعمدا وفوتوا على الشعب الكويتي معرفة الحقيقة والمتسبب بهذا الموضوع وأيضا بالمرافق العامة ما راح نخلي الموضوع راح نستدعي الوزير بإذن الله تبارك وتعالى ونشوف شنو مجهوداتهم وشنو وصلت التحقيق اللي شكله اللي أعلن هو بتشكيله أثناء جلستنا اليوم قدمت مجموع من النواب بعد أيضا بتخصيص جلسة خاصة مناقشة هذا الأمر يعني حتى يعني جميع النواب يشاركون أحقق في الأمر حاسب المسؤولين ما عندنا مشكلة لكن مجال آخر خلناه فعلا يكون جميع النواب الأمة يشاركون في هذا الأمر فتقدمت في الأمس بهذا الطلب للأخ معي رئيس مجلس أمة بجراءة ننتظر إن شاء الله إذا حدوا جلسة راح يكوننا نكلم فيها بن الله تعالى نوضح فيها كل الأمور ونخلل نسمع أيضا من الوزير شون أسباب اللي صارت سدي من هو المتقاعس هل هو مسؤول في الدولة من هو المقاول المعني بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فتح باب التسجيل لأبناء العسكريين في وزارة الدفاع من الشهداء والمفقودين والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت ومن أتم بالخدمة ثلاثين عاما وحملة إحصاء عام الف وتسعمائة وخمسة وستين ومن العسكريين المنتهية خدمتهم قبل الثاني من أغسطس عام الف وتسعمائة وتسعين وذلك تكريما لعطائهم وتفانيهم وإخلاصهم وسيكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع مكافحة عوامل الخطورة والتصدي للأمراض المزمنة يندرج ضمن برنامج العمل الحكومي وفق ما أكده وزير الصحة جمال الحربي خلال تدشينه حملة قلبك حياتك والتي تنظمها جمعية القلب الكويتية وأضح الوزير أن ذلك يعد من أولويات وزارة الصحة مشيرا إلى استمرار الوزارة بالعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها كذلك ثمن الحربي البرامج والأنشطة الصحية التوعوية نشيد في هذا الموضوع ونشكر جمعيات القلب الكويتية لهذا الدعم مرابطة لقلب الكويتية أيضا في هذا الدعم في هذا الموضوع واهتمامهم في هذا الشأن وهذا يدل على اهتمام الوزارة ككل وهذا من برنامج عمل الوزارة وبرنامج عمل حكومة في التصدي لهذه العوامل الخطورة الحملة التي عملناها والطريقة التي عملناها هي أول قبل سنتين تقريبا التي هي خلال 60 دقيقة إلى 90 دقيقة لإنقاذ الحياة المرضى فهي نعملها بطريقة في المستشفيات المتخصصة عن درب الكويت وهذه أدت إلى طريقة إنقاذ حياة المرضى كثير في هذه الحملة وهذا عملناها وهذا برنامج وطني مهم لهذه الحالات خاصة دربنا المستعفين في هذه الحالات لنقل الحالات للمستشفيات المتخصصة في هذا الموضوع تعليقا على الدعوة لإضراب موظف وزارة الكهرباء والماء احتجاجا على إلغاء بدل المناطق النائية أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري عدم السماح بالمساس بمستحقات العاملين بالوزارة والتي تم اكتسابها وفق القرارات المنظمة لتلك البدلات وخطب بوشهري الموظفين بالقول ثقوا تماما كل من يستحق بدل المناطق النائية وفق قرار الديوان سيحصل عليه ومن يرفع عنه البدل دون وجه حق عليه مراجعة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية أثار الحديث مؤخرا حول القدرة على اختراق الأجهزات الذكية ومن ثم خصوصية وحسابات المستخدم أثار تخوفات لدى الكثيرين فيما صلط الراي الضوء على القضية وسط التأكيد على جملة من الإرشادات التي قد تحد أو تمنع من بعض الاختراغات تقرير ابتسام رمال أنا خاف أن يجي واحد يصورني والذي قاعد في مكاني ويصور بناتنا ويقاعد يركبون الصورة على الصورة داخل التليفونات وما التليفونات يعني يسبب مشاكل وي هو تحدث بلسان حال المواطنين الذين باتوا قلقين من اختراق خصوصياتهم بسبب التطور اللافت في الأجهزة الذكية فقرسانة المعدات الإلكترونية وتحويل أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت على ضوء ما ذكره موقع ويكيليكس مؤخرا دفعنا إلى تسليط الضوء على القضية مع المتخصصين للوقوف عند أهم الدلالات والوقاية من الاختراقات الشخص نفسه ممكن أنه يعرف عن طريق مثلا عسي المثال الباتري أو البطارية إذا البطارية تخلص معك بسرعة معناه في شيء أو تطبيق معين عم بيشتغل في الباكي جروند وعم بيأخذ من ضمن هاي الطاقة اللي هي السمارت فون فبالحال هاي بتلاقي إنه البطارية عم تنزل بشكل سريع في بطء بالشبكة بشكل مطبيع ممكن حماية أنفسنا من السمارت تيفي هو عن طريق إيقاف الشبكة وإيقاف أيضا المايك الموجود في السمارت تيفي بانصح أي شخص أنه ما يدخل على أماكن غير معترف فيها من قبل هذول الشركات اللي هم أكان أندرويد أو أكان الأبل وانت بتستخدم التلفون قد أنك تطلع لك دعاية فجأة هي دعاية كيف طلعت فجأة هي عبارة عن ميلوير دخل الجهاز والجهاز وعم بيشتغل بالباكي جروند أو بخلفية جهاز اللي هو السمارت فون ممكن نعمل أبلوض لصور ممكن نعمل أبلوض لأشياء أحد الأمور اللي أيضا يجب الحذر منها أنه ما تعمل إنابل للجي بي أس إلا بأشياء بضررات قصوى أنا شخصيا لا يمكن أني أوافق على أي أبليكيشن أن يدخل على جهات الاتصال الخاصة فيها لأنه بالأخير سيعمل عملية أبلوض لهذه جهات الاتصال إلى الخارج الهدف؟ الهدف هو في شركات تعمل نوع من الأناليسيز أو التحليل أنه مثلا عسي المثال أسامي الأشخاص أرقام تلفوناتهم وللأسف في بعض الأحيان ممكن أنه أكون أنا مسجل رقم بنك أو رقم شيء معين بجهات الاتصال وينعمل له أبلوض على الرغم من أهمية الثورة التكنولوجية في عصرنا هذا إلا أن السلبيات الناجمة عن الأجهزة الذكية كثيرة ومتعددة أهمها وأخطرها اختراق الخصوصية ولكن إلى أي مدى أثر الإدمان على الأجهزة الذكية وتطبيقتها على مهارات الفرد في المجتمع؟ ما في تواصل يومي أو عفوا لسبوعي ما يكون تواصل بشكل مباشر فيفقدون المهارات الاجتماعية، يفقدون الاتصالات، يفقدون أشياء كثيرة بهذا الاتصال الخصوصية معدومة في مثل هذه المواقع فبالتالي ممكن أن البنت المراهقة خاصة في البرنامج هذا الجديد اللي يسمونها ميزيكالي تطلع برقصات أو تطلع في أشياء أهلها ما يرضون عليها أو إيه ممكن في مستقبل أن يؤثر عليها وعلى مستقبلها وفي ظل تطور المتلاحق في عالم الأجهزة الحديثة ووفق آخر دراسة فإن الباحثين الكنديين يعملون على إنتاج تطبيق سيمكن مستخدميه من التحدث إلى الموتة ليكون الفضاء مفتوحا أمام الكثير من الخيال ابتسام رمال أراي بمشاركة عدة جهات بيئية تطوعية أطلقت جمعية أصدقاء النخلة فعاليات حملة ازرع شجرة في وطني وذلك بالتعاون مع إدارة مشروع ومنتزه بوليفارد السلمية وتسعى هذه الفعالية لتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة التطوعية البيئية وخاصة الزراعية نظرا لدورها الإيجابي الكبير في محاربة التصحر الفعالية مقامة بالتعاون مع الأخوان في مجمع البوليفارد وحريقة البوليفارد ومشاركة العديد من الجهات طبعا جمعي صغاء النخلة مشاركة في هذه الفعالية مع الأخوان في محل الكويت البحاث العلمية مع كذلك فريق اللوياك ومجموعة من المجامع التطوية حقيقة نهدف من خلال هذه المشاركة في جمعي صغاء النخلة لإشراك المتطوعين لإشراك المجتمع في الفعاليات التطوعية وفي الزراعة تحديدا يعني نحن من أهداف جمعيتنا تشجيع الشباب للزراعة لإهتمام في الزراعة والطبيعة والبيئة في سياق متصل وبمشاركة السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان انطلقت حملة تنظيف شاط الاسليبخات في نشاط بيئي توعوي يسعى لتسليط الضوء على أهمية الأنشطة التي تستهدف حماية البيئة الكويتية من التلوث والتعريف بأهمية الجهود والأنشطة البيئية بشكل عام وتأتي هذه الفعالية برعاية شركة إيكويت للبترو كيموية وليس ببعيد عن ساحة النشاط التطوعي فضمن فعاليات مسابقة العطاء الثانية للأعمال والمشاريع التطوعية التي ينظمها مركز العطاء للشراكة المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي أقام فريق الإنقاذ الكويتي التطوعي فعالية توعوية على شاط الاخويسات حيث شملت شرحا مفصلا عن عمل الفريق وألية التدريبات التي يقدمها بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين فريق الإنقاذ الكويتي أحد الفرق المشاركة في مسابقة العطاء الثانية للأعمال والمشاريع التطوعية المسابقة هدفها نشر ثقافة العمل التطوعي وبراز أفضل المشاريع والفرقة التطوعية في دولة الكويت التي تساهم في نهضة هذه الدولة وتقدمها الذي يحاب أن ينظم للفريق فيه رغم بالتواصل الاجتماعي لكن يكتب بالإستقرام الفريق نغادر كويتي طوعي ويحصل رغم الانضمام مجرد لا يدق عليه سأعطون الأخوان طريقة الانضمام وشروط بسيطة سنطلبها مننا أسامة الجاسم يتقن فن الأركت ورسم البورتري وهي موهبة فريدة عمل الجاسم من خلالها على تطوير نفسه وإتقان بعض الفنون المرتبطة والتي مكنته من عمل المجسمات خلال مدة زمنية قصيرة خالد الفارس والتفاصيل في التقرير التالي بهذه الصورة يجسد الفنان أسامة الجاسم فن الأركت فهو فن تفريغ الخشبي حسب الشكل المطلوب والمقاييس المحددة للخروج بشكل مناسب ويعتبر الأركت من أقدم الفنون على مر العصور وينقسم إلى أنواع عدة بالنسبة لفن الأركت أو كهواية الأركت هذا يشتغل فيه أكثر من 28 سنة بالنسبة لفن هواية هذا هواية قديمة ترجع حق العصر الفرعوني وبعدها انتغلت إلى حق الدولة العثمانية ومن ثم انتغلت إلى دول الخليج وبعض الدول العربية وانتشرت على انطاق ضيق في ذاك الوقت والله الحمد يعني أنا أكثر من 28 سنة نحن خذيناها أيام المدارس يعني مو من الحين يعني في فن البروتريهات عندنا فن الآيات القرآنية فن المجسمات فن النحت في مجالات وحدة حتى في فن نسميه فن العاشق والمعشوق تتركب وياه مثلا القص واللزق لأنه اسمه أركت أرت كت فن القط في هذا الفن لأن هذا الفن ما هو مختص يعني ويعطيك أساسيات انت شون تقص شون تتعامل مع قطعة الخشب السماكات نوعية المنشار التعامل فيه ولكن انت عشان تتميز في هذا الشي لا يكون انت عندك استمراري وعندك حتى انت هواية الرسم أو مبادئ الرسم يعني في هذا الشي عشان انت تقدر تشتغل فيه الكمبيوتر يعني يحل مكان انه واحد يقدر يعني يشتغل في هذا الشي ما هو صعب الهواية بدأت في ذهن صاحبها منذ صغره فكبرت معه وعمل على تطوير نفسه في هذا المجال في البداية يعني احنا اول ما نشتغل لكن نشتغل حينما نقول احرف نشتغل اسامي يعني لأنه فيه همعة في فن الآيات الغرآنية أو فن الاحرف مثلا لكن بعدين متيت تطور انت تدش فيه النظام اللي هو المجسمات المجسمات هذي منذ الكنتانات نسوي العربة الملكية أو العربات هذي انت محتاجة اني عملية عاشق ومعشوق وكلها منيول يعني تشتغل فيها هذي من القطع اللي هي صراحة تحتاج وقت وتحتاج يعني دقة وتحتاج تركيز أكبر هذا هو من طبعا انت تطور أنا طورت نفسي لأنه وصلت إلى فن البروتريهات اللي هو كان ياخذ معاي ثلاث ساعات أو ساعتين وبعدين حولت إلى خمسة عشر دقيقة أو نص ساعة لني أنا خلص البروتريه خصص الفنان اسامي الجاسم جزءا من منزله وحوله إلى ورشة صغيرة يمارس فيها هوايته على وقع الأنغام التي ينسجم مع سماعها لما يتبنيت البيت قلت هوايتي يعني أنا هذي لازم يكون عندي ورشة وبيتي الثاني ولا أعيش فيها يعني مكايني عدتي وساعات مموشطني أنا أشتغل لكن أيا شوف العدة أيا شوف شغلي ساعات أنا مسوي مثل مختور حق أي شيء يديد بطلع مثلا أو مثل أي شيء يديد مثلا أنا بأنتجه مثلا أو بفكر فيه فقعد أرسم فيه أنا وقعدتي كلها فيه يعني طبعا هذي الورشة اللي هي يعني الحمدلله العدة ما هي كبيرة لكن أنا ما أنا محتاجة عن عدة ورشة أو منجرة كبيرة لكن هي ورشتي حق لكل شغلات يدوية يعني فهذي اللي أنا أحتاجها في الورشة بارتي خالد الفارس أرى توصية بحوكمة القطاع العام في الكويت تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية أوصى المشاركون في المؤتمر الثاني للحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء في الكويت بحيث تهدف إلى بناء برنامج عام لحوكمة القطاع العام في البلاد والتعامل مع الجهات ذات العلاقة وقالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة أماني بوريسلي إن من توصيات المؤتمر ضرورة تطبيق الحوكمة لمواكبة التطور العالمي في تطوير وتحديث القطاعين العام والخاص مشيرة إلى أنه لا يمكن للحوكمة أن تنجح في القطاع الخاص دون استكمال منظومتها في القطاع العام استقر سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس على نفس السعر الذي سجله أول أمس دون تغيير حيث بلغ 49 دولار و27 سنة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية خفضت أسعار النفط أمس بعد أن أشار ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية إلى زيادة إنتاج النفط الصخري بما يسهم في الأسواق العالمية الفودري نائبا للاتحاد العربي التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالرياضة بعث نادي النصر بكتاب احتجاج على مشاركة المحترف باتريك فابيانو مع نادي كاظما رغم إسقاط جنسية من قبل تيمور الشرقية إذ يصبح اللاعب غير أسيوي وبالتالي فإن مشاركته تعد مخالفة قانونية وشمل الكتاب الذي وجهه أمين السر المساعد لنادي النصر خالد المطيري إلى الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور محمد خليل اعتراضا على مشاركة اللاعب باتريك فابيانو لسقوط الجنسية الأسيوية عن وعودته للجنسية البرازيلية أختير أمين السر العام في النادي البحري الرياضي خالد الفودري لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتجديف ممثلا لقارة أسيا وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد في القاهرة وعرب الفودري عن اعتزازه وتقدير الثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد مشيرا إلى أن هذا المنصب يعكس حقيقة المكانة المتميزة التي وصلت إليها الكويت في مجال الرياضات البحرية بشكل عام ورياضة التجديف بشكل خاص كما أضحان الجمعية العمومية للاتحاد أقرت استضافة الكويت للبطولة العربية للتجديف داخل الصلاة الثانية والتي ستقام مطلع العام المقبل انتقل إلى رحمة الله المغفور لهم سامي يعقوب خميس الغريب عن عمر يناهز ستين عاما يرفس شخير معطش لغيدة العازمي عن عمر يناهز ثمانية وسبعين عاما وليد أحمد علي يوسف عن عمر يناهز ستين عاما منيرة راشد خليفة لحميدة أرملت عيد مرزوق الدهام عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاما خالد علي عبد المحسن أبا الخيل عن عمر يناهز ثمانية وخمسين عاما فهد عبد العزيز فهد الحميضان عن عمر يناهز سبعين عاما فهد الفهد محمد الحمود العبد الوهاب عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاما حصة فلاح بن دمخ لمطيري عن عمر يناهز أربعة وسبعين عاما أكذيلان سلطان سلطان بن حميص لمطيري عن عمر يناهز ستة وستين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر ات الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله موسيقى